السلام عليكم تلاميذ الصف الثالث المتفوقين الشطار العقال اتمنى تكونون بصحة جيدة. اه احنا بدي اليوم مراجعة لدرس العلوم. موضوع الاول اللي اخذناه في بداية السنة. اللي هو اجزاء النبات اللي تساعده على صنع الغذاء. طبعا اجزاء النبات مثل ما اخذناه الصفوف السابقة هي الجذور والساق والاوراق. الجذور والساق والاوراق كما موضحتكم بالرسمة المرفقة. وكما كان اه جبنا نبات وشرحنا داخل الصف لتذكرون. عندنا جذور ساق اوراق وزهرة. ماذا يحتاج النبات للصنع غذائه? يحتاج النبات الى ضوء الشمس والهواء والماء. كما يحتاج الى مواد مغذية كالاملاح الموجودة في التربة. اذا ماذا يحتاج النبات لصنع غذائه? ضوء الشمس الهواء الماء. ويحتاج ايضا الى مواد مغذية كالاملاح الموجودة في التربة. عندما يحصل النبات على ما يحتاج اليه بواسطة بعض اجزائه فانه يصبح قادر على صنع غذائه. اذا هذه الاحتياجات الاساسية ضوء الشمس الهواء الماء والمواد المغذية كالاملاح الموجودة في التربة. هسا عدنا وظائف كل جزء من اجزاء النبات. احنا عدنا اجزاء النبات هي الجذر, الساق, الاوراق. فاولا الجذر ما هي وظيفتهم? تمتص الجذور الماء والمواد المغذية كالاملاح من التربة. تمتص الجذور الماء والمواد المغذية كالاملاح من التربة وتثبت النبات في الارض. اذا هذه هي تمتص الجذور الماء والأملاح والمواد المغذية وتثبت النبات في التربة أما وظيفة الساق هذا الساق ينقل الماء والمواد المغذية كالأملاح إلى أجزاء نبات تذكرون مثل القصبي مثلا نحن من نشرب معصير مثل القصبي كذلك الساق ينقل من التربة إلى باقي أجزاء النبات وخصوصا الأوراق لأن الأوراق ما هي وظيفته تنتج الغذاء للنبات نعم تستخدم الأوراق ضوء الشمس والهواء والماء حتى تنتج الغذاء للنبات كيف تصنع أوراق النباتات الغذاء؟ طبعا هي النباتات كائنات حية بسيطة تستطيع صنع غذاء بنفسها وهي تصنع غذاء مثل ما حكينا داخل الأوراق تسمى عملية صنع غذاء النبات داخل الأوراق بعملية البناء الضوئي فإحنا نعرف البناء الضوئي تعريف البناء الضوئي إشارنا نعنوه بالخط الوردي وهي عملية صنع غذاء النبات داخل الأوراق بهذه العملية تحتاج النباتات خلال عملية الضوء إلى إيش؟ الضوء هي من اسم عملية بناء الضوئي إذن إيش تحتاج؟ ضوء ماء وأملاح التي تمتصها من التربة إذن عندنا ضوء ماء وأملاح وكذلك ستحتاج إلى غاز ثاني أكسيد الكاربون اللي قلنا وصف موجود موجود بالجو نحن سكرتنا بالجو عندنا يحيط بنا غاز ثاني أكسيد الكاربون فالنباتات تستخدموا لهذا الضوء حتى تعمل عملية البناء الضوئي كيف تنتص النباتات الغاز ثاني أكسيد الكاربون عن طريق الثغور إيش هي الثغور؟ هي فتحات موجودة على سطح الورقة إذن الثغور فتحات موجودة على سطح الورقة نلاحظها الساعد نهاية خلال هذه الرسمية يخرج تمتص الأوراق ضوء الشمس تمتص الأوراق ضوء الشمس ويدخل غاز ثاني أكسيد الكاربون إلى الأوراق عن طريق الثغور ثم يخرج غاز الأكسيد عن طريق الثغور الموجودة في الأوراق إذن هذه عملية صنع الغذاء ببساطة أساعدنا مراجعة الدرس أولا ينتج النبات غذائه بعملية تسمى ماذا؟ تسمى عملية البناء الضوئي با يحصل النبات على ثاني أكسيد الكاربون من خلال إيش؟ من خلال الثغور الموجودة على سطح الورقة والسؤال الثالث ماذا يحدث لنبتة إذا ما نزعنا معظم أوراقة؟ قدنا الورقة مسؤولة عن صنع الغذاء ومسؤولة عن تنفس النبات فإذا نحن قطعنا هذه الأوراق لا أحطيك تصنع الغذاء ولا أحطيك تتنفس إذا ما الذي سيحدث سيموت النبات أرجو منكم طلابي أن تقيدون هذا الدرس وتراجعونه وتحفظونه حتى تكونون جاهزين للامتحان ترجمة نانسي قنقر